اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار وخلال اللقاء رحب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني معربا فخامته عن تقديره لزيارة وزير الخارجية لمصر مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وكلف فخامته سعادة وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتمنياته لمملكة البحرين بدوام الرفعة والازدهار وأشاد سعادة وزير الخارجية بالمسار المتميز للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وما تتسم به من متانة وقوة في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بمستويات التعاون إلى أفاق أوسع بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين مثمنا سعادته الدورة الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي ومواقفها المشرفة في حفظ الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العربية مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها ومصالحها حضر اللقاء مع السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وسعادة السفير هشام محمد الجودر سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية وسعادة السيد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية